السلام عليكم. حل التمرين 11 صفحة 249 من درس الدائرة التمرين 11 لدينا قطعة أب بي قطعة وهم كاتبينها أف والذي كانت غلطة في التمرين أب بي قطعة و دلتا واسطها الرسمه أول حاجة أب بي قطعة أقوم بي قطعة أب بي قطعة و دلتا واسطها الواسط هو المساقيم المار من منتصف القطعة وعمودي وعمودي عليها يعني سأقوم بي قطعة أب بي قطعة ودلتا واسط القطعة أب بي نتأكدوا بالبركر أننا جايبي المسافة صحيحة أب بي قطعة واسطها أب بي قطعة واسطها أب بي قطعة واسطها إذاً مسافة يادك دلتا وعمودي على أب بي ويمر من منتصف القطعة أو لتكون أرسم الشكل لتكون O نقطة من المستقيم دلتا هيا O نقطة من المستقيم دلتا بيّن أن الدائرة التي مركزها O وشعاعها O A مركزها O هالمركز O وشعاعها O A تمر من النقطة B تمر من النقطة B ها وشنو عندنا في الأول عندنا A B قطعة دلتا واسط هذه القطعة O نقطة من دلتا أرسم دائرة التي مركزها O وشعاعها O شعاعها O نحن نكبين أن الدائرة التي مركزها O وشعاعها O تمر من النقطة B شنو عندنا النقطة O النقطة O تنتمي إلى واسط القطعة A أو B ونحن عندنا واحدة خاصية مهمة بالنسبة لواسط قطعة أي نقطة تنتمي إلى واسط القطعة تبعد بنفس المسافة عن طرفي القطعة لدينا لدينا O نقطة من دلتا واسط القطعة O A اذا او ا كتساوينا وبما ان او ا شعاع دائرة نسميها الدائرة السير التي مركزها او وشعاعها او ا اذا بي او بي شعاع دائرة سي كذلك ومن بي نقطة من الدائرة من الدائرة السي وبهذا نكون سلينا تمرين 11 صفحة 240 من درس دائرة هل لديه سؤال او لسف صارخ لنفلي كومنتر اشتركوا في القناة